اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه؟ ما قالك انها لعبة بدلة؟ ايه ده بقى؟ لعبة بدلة ها؟ قولك ايه؟ العقدة دي عندكو تحلوها زي ما تحلوها عارزين تشايلوها لحد شايلوها له المهم السيطة دي تطلع سليمة يلا علايا وعلايا عدائي وامتل الموضوع سهل اخواتك مش بعيد عننا هعلي صوتي وفتحت نتا بجلاجل وانا هعتبر ان اللي انت قلته ده مش تهديد عشان لو اعتبرته تهديدة هتزعل هزعل ما كانش لها لزوم النمر اللي احنا عملناها دي بقولك ايه؟ كل حاجة وليها حدود وانا اللي شايل مسؤولية العيلة دي وانا برضو قول ايه اللي ينفع ويه اللي ما ينفعش ومن هنا ورايح الكلام رايح بس مش رايح جايب مش رايح واجي حضري حالك يعيش عشان هننزل على مصر اتفضل انت يا فارس اتفضل اجعوض ولا اتفضل امشي لسه كي جالبك محروج على ود الحرام دي؟ نوية تحبس نفسك تاني لاخر العمر تؤكد على الله انت يا فارس ما لكش صالح بي لا يا عيش ما انا مش حسيبك تنهيش في روحك لحد ما تموتي افهم يا بت الحلال ده لا من توبنا ولا من اصلنا بس حبني ما هي دي الكتب اللي رابط فيها راسك لا يا فارس انا شفتها في عينيه شفت حنيته شفت قلبه الغامج اللي بيجي ابيض على يدي بس كل حاجة تهدد بس دا كان حجم كل الناس بتاخد حجوجها الا انا يا فارس دايما بتتاخد مني جصاب عيني على يدكم مش على يد حد غريب بس انا مش بلوم عليكم انا بلوم على نفسي على حظي الخايب ونصيبي اللي ما بيفوتش اللي في العتمة المهم الواحد يلحج اللي فاته مش مهم ما نفهم نتأخر المهم لما نفهم نحرف عنا عمل ايه كده عايز تيجي منك انت وانا اللي بقى منك عليا وعلى بنتي انا والله ملايه زنب في الحصل انا بجدل اتخريقت مع يحي بس هو عارف اني نوح بيخطت لحاجة واني ايتي متأمرة معي عشان كده عمل اللي عمله يعني انت كنت عارف يا عزي انا مامي في خطر وكنت ساكت؟ يا يرى انا مش مضطر ابرر انا مليش دعو بالموضوع خالص يحيا مبيق منش لحد بس ان شاء الله هنطلع من الموضوع ده هنلاقي حل احسن لك يكون كويس ان حلال اخرب من الموضوع وإلا والله العظيم انا هحكي كل اللي عرفه من اول يحيا لحل دلوقتي وانا زنب ايه؟ عرفك هاي مش غلطتي لا غلطتك ولا غلطتي القضية دي برأيتها مؤمن خلاص احنا نقف بقى قدام النيابة وكل واحد يقول اللي عنده هيا مترا للأسف مدام ماجي خدباتي النهاردة في الاسم بكرة الصبح ان شاء الله تطاردع النيابة اطمئنني انا مساكت حبيبتي لا تخافيش لا تخافيش عندك من رايح على العد لا سيطا عرفي يلو قد بي فهموا عنده حق أصلي ممتوح شاني قوي وقال ايه؟ ما بترداش تخلينا أكلها ببقها قلب تكسف قيلة انت كمان وحشني قوي يا تاري وحشني كلامنا وهزارنا وخرجاتنا وكل حاجة بيننا عارفة انا احساسي بيك زي اول مرة شفتك فيها كان قلبها يوقف من فرحة وانا كمان ايه؟ كان قلبك اوقف من فرحة برضو؟ لا انا كمان فاكرك اول مرة شفتك فيها خالص لما كنت استجاهلي بالبدلة الميري كده وانت ثابت صدارك لا 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 عوض بالله ده كان شكل وحش قوي ودانك هتعمل لكده يا عوض بالله يا عوض بالله ياه ده الحمد لله شكلت عدل شوية لا 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 كنت زي الامر زي دلوقتي بالزبط كانت احلى ايام لا طبعا كانت ايام حلوة كان وقتك كله لي كنت كل يوم بتخرجني وعلى طول قاعد معي مش زي دلوقتي على طول ثابني يا خلاص خلاص من ازعليش انا مش هسيلك خلاص افضل جنبك افضل حيبك لاخل يوم في عمري شنكل بقى الاكل الحلو ده وليه اه او انت زي حلوه اوي كده نعم افضلوا ده كثير علي اوي يوم روام وبعدين مش متعودة منك هلا كل ده انا عزيك متعودة وربنا هيقدرني وقدر حوضك عن كل انا عملت فيك يابل كده ما عارف يوم روام شنشت صدقوا احنا معي ابصا يتعودني عن كل الفات طيب ممكن تبصي في الدوار باللورة كده ايه ده دي تلاجة اللي خنفسك فيها نفتحي أبروك عليك عربتك جديد تكلم بجد يا مرون بجد لما كنتش انترك بي أحسن حاجة في العالم من اللي يستهر بس أنا مش بعرف أسوق هعلمك ممكن اكسرها عادي بحظر بحظر هخلي بني تصد دي لها تلاجة بجد خلاص 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 مالله ومجد لمحمود ممكن يكون متورد في اللي حصل ده مش ممكن ده أكيد وعدي محمود شغال في تجارة السلاح ويعرف كل تجار السلاح وكمان كان بيستغل المحل لشغله من ورع مذكري عمدل على السلامة يا محمود تعرفت كنا ده ازاي يوسف انت نفسي انها كنت زابط ولا ايه المشكلة بقى ان محمود مسح تسجيلات اخر تلات ايام من على كاميرات المرابعة بتاعت المحل معنى كده انه بيأمل نفسه اول باول ايه ده ايه اللي انت عامله في نفسك ده انا طالع اخد حاجة ونازل على طول يا محمود نازل فين تعالى هنا فهمني يا ماما هو انت صوتك متعملش هاو شارع لا مش حواطي صوتي ايه في اين عايز اشحب يبقى كلامهم صح يا محمود غدرت بالراجل غدرت بالراجل يا محمود اللي فتح لك بيته الراجل الغدر كريباً كده محمود امشي امشي يلا ما تجيش هنا تقالي انت فاهم حسب يا الله ونعمل وكيل فيك روح منك لله يا شيخ انا فين يا حون ايه مستعجل على ايه وبعدين مزعنا الحاجة ليه نازل ايه دك اجدع انت بدل ما زعنا ابي ايد حمز بسببك يا محمود انا معارضش حاجة على السلاح يا شمس معارضش عنه حاجة مهارون برضو متعرفش عنه حاجة بلغي بوليس يا شمس بابا هو انت اللي ما بجيبليه سريت ماما نامك ايه اللي خلك تجيب الشريت هدلوقتي عادي يعني انت بس عمرك ما حكيت يتقابلته ازاي قصة حبكو حاجات شبه كده ايوة يعني ايه اللي خلكي تفتك ليها فجأة كده اصلا انا حلمت بيها طيب لما دو حاجة قوي بتفرجي عالصور بضعيت مش بكلام عالصور انا عند صور لها كتير انا بس عايزك تعرفني بيها اكتر بتحكيي حكايتكو حكايتني ايه واحكيي وانت عين صغارة مش وقت والكلام ده خالص على فك اصفة بتحب بسيبك ترتاح اه تعبان بيخلي امير يجيلي بكرة عشان انا راجع السجن حاضر وبايه حاولي تعودي مع المحامين بقى عشان انا مش حاضر استنى هنا اكتر من كده مش كل مرة هيحاولي يقتلوني ربنا حيطلعني من احيي دي تاني مرة هيحاولي يقتلوني وانا جوا السجن حاضر انا مش عشان ازيب اكتر طيح يلا مع السلام وبكده يا ستي انت معاك المبالغ لتغطيلك كل الدفعات المالية المطلوبة من الخلال الست شهور الجايين ايه يا يحيا انت بخلط خيل فرحتني قد ايه بجد انا كنت خلاص قربت هيقس كنت هفقد الثقة في نفسي خالص يا بنت الحلال انت زنبك ايه انت عملت اللي عليك واكتر وبعدنا يا سمين انت عارفة انا بعمل كدير كل اخواتي لازم تسقي فيها شوية وفي نفسك كمان ابويا ذات نفسه زين العطار كان بياخد رأيك ويسخ فيك الله يرحمه هو فعلا كان على طول بيحسسني اني مهمة انت فعلا مهمة يا سمين وانت كمان مهمة اوي يا يحيا يحيا انا حتى امال كبيرة اوي عليك في ادارة العيلة حسن ان وجودك انت على الكرسي هو اللي هيرجع العيلة شكلها وامتها اللي انا كنت باحلم بهم طور عمري ان شاء الله مع بعض هنقدر نعمل كل حاجة هنقدر ان شاء الله يا يحيا بس انت موطيش هو انت تصرفت ازاي مفيش يا ستي لما دورت عالوصوله ما تأثرتش بقرار التجميد لقيت اردس معلها ما تسجلتش من اساسه جبت البايع وجبت له سبوني اشتريها منه وخد عمولها هاي لا شو التلب ضماني على اخوكي وخليك واسقف انا شوية انا واسقف ايك مالك جاعدة لوحدك ليه ما خلق او عايزة كل واحدي وايه الخنج انت متغير قوي علي معايا ومع الكل لو في حاجة اقولي انا امراضك كوانا لازم يبقى فيها حاجة عشان ترتاحي لا لا يازك تكون انت اللي مرتاح يا علي انا مرتاح يا سلم انت منسيتش حياة استغفر الله العظيم انت عايز تعمل لنفسك مشاكل من الهوى وخلاص مفيش حد بيحب يعمل لفسه مشاكل من الهوى واو انا بصراحة مش فاهم الموضوع اتقفل اكتر من خمسين الف مرة والغاية دلوقت بتفتحيه ولما جبت سريتها كانت زلت لسان واو انا مش مصدق ايك واو انا احساسي ما يخيبش حاسة كل اللي بتقوله ده اي كلام طب اعمل عشان تصدقيني طب اعمل عشان تصدقيني تعملش عاجة انا هصدق لوحدي بس انت ساعدني على ده انا بخير الحمد لله انا كنت عايزة اسألك على حاجة بخصوص علي مانو في حاجة ولا ايه لا لا اهو كويس انا بتكلم بس انه هو من ساعة ما رجع من النجا وهو متدايق وحاسها مش مزبوط لا تلاقيه زهجان من حكاية الشغل دي ما هو اصل علي مش متعود عالجاعدة شغل ايه عيشة ما كل فترة علي بيمزل للشغل وبيتابع لأرضة النجا كان مش حكاية شغل انا حاسة لي في حاجة مش عارفة قلت اكلمي كي ممكن تدليني لا يا حبيبتي انا لو عارفة حاجة كنت قلتلك على طول ان تختي ده ما ماشي انا هبقى اجيلك قرهب ان شاء الله تتنوري تنوري يا حبيبتي مع السلامة ستعيشة ستعيشة هي يا معتصم تتنحنح ولا تقول اي حاجة قبل ما تدخل يا اخي حاجك علي يا ستعيشة بس الوقت دي بعتها الستة حياة وبيقولوا ان امه تعبانة جود وعايزك تروحولها خلاص خلاص تعال يا وقت تعال تعال اجهد امك مال اخنا جاوب بترايش في البيت عز على فكرة اقول مرتاح احاجب لك فلوس الكفالة مرسيه قوي على انك دفعتها اللي انت بتقولي ده يا مادم ماجي ده اولا حاجة يعني وبعدين احنا مش هنبقى اهل ولا ايه دي حاجة ودي حاجة تانية انت عايز لناسبك ويحيا اخوك هو اللي مبهدلني و مرمطني في الاساب لا 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 انت اللي غلطت مع ياحيا انت اللي ابتديتي مع المشاكل بالراحة يا عز مامي مش مستحملة الكلام ده دلوقتي وبعدين خلاصونا بقى من سيرت التجارة والزفت اللي مشوفلاش من وراء غير الهم ده محمود حبيبي تطميني يا ابني عملتي ايه تطميني يا اما انا عملت الصح كده ورده يا محمود يعني اخر كده عيش يا ابني انا ااسف يا عم ذكري ااسف على كل اللي سببته لك بس اتطمني يا عم ذكري انا قلت لهم ان انت ملكش اي زنب وان السلاح اللي لقوه في المحل يخصني انا وان فيه حد جابه المحل وسبهولي وانا مش هسيبك يا محمود صدقني يا ابني مش هسيبك ان شاء الله شده وزيده ان شاء الله هنقوم لك محمي يا محمود انا اسف يا قصوز شمس اسف على كل اللي عملته مع بابا انا اللي طلبه منكو ان انكو تدعولي وانت يا امه ادعيلي امه 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 شبعانة ومشك ده فرحانة ده مش ايجابية ده امه والله يا بنت ايجابية والله خلاص ما تزعليش امه انت قواضى معا بيت عيشه وهي حتشوفلك أي حاجة تعمليها في النجاح ايا فعمة اين لا ممكن ان يحصل في النجاح انت بس يعني يعني تتتتتتتتتت شمية ده وانا موافج على أي حاجة اعي حاجة اعي حاجة اعي حاجة اعي حاجة اوافج عليها طب مبدقيا كدا انا عايزة عربية صقها و McWose ماجيبلك بالمرة مستقي الله يا فارس بجد انت جميل انت عايزة الناجح يتفرج علي ويأكل وشي بنا العمدة يا بنت بقولك يا فارس ما تجفلش معايا المال تسعد يا بنت وبنت سبعة كمان وبعدين يا حبيبي انا دلوقتي مرت العمدة يعني سيدة النجع الاولى سيدتي النجع الاولى انت سيدة النعجة الاولى يا نعجة يلا خش جوه على فكرة انت كده بتهزق يلا ما لازم اهزق يا بنت الناس هتفرج علينا اخدش الزغط يا بنت هتش عيبا يا بنت هت البوج دي يا بنت هت البوج دي بحبها الحيوانة اه انا مش فهم ازاي النيابة اتخرجهم عادي كده نعمل اكتر من كده عبضنا عليهم والعربيات متحملة باستلاح تفرغ الكاميرات جيف صلاحهم والعربيات اللي دخلت واضح جدا ان هي دخلت بشكل متخطط لي يعني ايه يعني لدخل العربيات كان قصد يوقعهم وهو نفسه اللي بلغ عنهم طب وده ممكن يكون مين غير سيفل عزازي لا امس سيفل عزازي انا عارف سيفل عزازي كويس وعارف بيفكر ازاي وزاي بيحرك القطع بتاعته اللي عمل كده هو عارف ومتأكد انهم هيطلعوا منها هو كده هيستفيد ايه؟ ارصد ودن النوح واحد عايز يقوله انا قادر يعلم عليك مش كده ولا ايه طريب ايه؟ هو في احتمال تاني ان اللي عمل كده يكون عايز يبعدنا عن حاجة تانية اهم عشان كده لازم ندور على الحاجة دي اه بس النوح مش هيسكت على اللي حصل الفترة الجاية هنشوف احداث اكتر بكتير من اللي حصلت احنا عايزين نرفع درجة الاستعداد القصوى ونبلغ كل القطاعات المعنية تكون جاهزة بقوة للتدخل في اي وقت كسف المرعبات احنا عايزين الرجالة بتاعتنا كلها تشتغل امرك ماشا تحت امرك طريبي ربنا معانا وان شاء الله ربنا هي رضينا انا جايبكو النهاردة عشان نبلغكو ان انا قررت ادخل الحرب وفي الحرب كل واحد بيباليه دور خدمينك النوح بيه تكلم عن نفسك انا مش خدمت حد انا بعرف الاول قدي ايه وهاخد ايه فترة اللي جاية كل واحد يبقى مطلوب منه حاجات يعملها بعينها من غير اي اجتهاد او تشغيل دماغ وانا بقى هكسب ايه انا محدش بيكسب انا اللي بكسب وانا اللي بوزع المكسب كل واحد فيكو بيوم من نوم الصبح بيحمد ربنا ان انا سايبه لسه عايش والشغل يا انوح بيه تتشتغل محد غيري لا خلاص يبقى لما يبقى فيش عجل حبلغك او هكلف حد انه يبلغك مفهوم 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 لازم تتغطي بتقلقش انا بقيت فهم الموضوع كايسا او نوح ما بيلاقش وانتي كده كده لازم تاخدي بانك انك لو ياتي اعتوه الوحدك مفيش هوه ان شاء الله على فكرة انا ماشي على الخط اللي انت رسمته لي بالزبط دورته استنى يا ليل عايزة استنى يا واحد ايدي النيس اخدتم من عايز الدم ايوه دكتور متنفعش لازم حد من وراده اهنا اتطلق بباكة دم ايوه دكتور ما انا بنته اين مشكلة بنته ازاي مستحيلتو كوني بنته تلسه ما قبطيليش اختارتي ايه بين ايه و ايه بين اين قتلك ولا تجاوزك